ابقعد يا لما كسر عليها عشان زعلنا منك انت بتسأل شيء فوت عليها النهاردة يا ابن المروح هذا كمان تكلم شهر تعمل تصريح عايزة اروح هزور امك كريمة اي تال كمان كلمتني في الحكاية دي خده لنا اتنين سواء ان شاء الله جوجود حسن هتعملي معنا عيما عصام كان عنده عادل انا قلت انه هيجيلك بلاش يا حسن سلمها للحكومة هي اتصرف معنا واكيد هلتحسن تشايف كده؟ ايه وطبعا شايفك دي انت عايز ناسيبي اللي جدلت ولدي انتو بقى رايحة جايك ادام عيني وانا ساكت انا قلتلك سلمها للحكومة واكيد هتاخد جزاقها لو نعيم هي اللي جدلت فريدة ولدك امروها انت هتسيبها بتانا ما تجلك انه همك جنيت عاجلك شت مش كده بس انت ترطها من البيت وشاهد بان ما جدتلك انها هي كنت هتموتها بيدك حصل ولا ما حصلش كنت غلطان يا حسن كنت غلطان عشان اللي تجلك مش صح لكن انا عارف ومتأكد اني نعيم هي اللي جتلت ولدي اسيبها كيف احنا ماشين في طريق واحد وعاوزين نتكمله مش عاوزين نرجع الورا انا خايف عليك مش عشان اخوي لا لدي اخوي اولا دي كمو انا جلجان عليك خايف تعمل حاجة تندب عليها لعمره كله اسمع كلام يا حسن قول يا رب وهو يهدينا للصالح يا رب كانتش عايز تيجي معاي بس انا جيبتها بالعافية هدها مين يا منا دي مفيدة اختك شابس طلبت مني ان انا اشوفها واجب لها بيت وبعد فيه نزل يدك يا اكتب سكها كده تاني روح انت اعاوز مني اعاوزك في كل خير يا مفيدة وانا مش عاوزة منك حاجة ولا منايلة عبدالحاكم كلها استني يا مفيدة ايه دي ايه يا كبير عاوزنا ارجع اخدم في البيت تاني ومالو ما عنديش مشكلة ومين قال ان انا عايزك تخدمي في البيت تاني ايه انا عايز اتكلم معاك عندك كلمتين جلهم وخلصني اسمعي مني يا مفيدة اعاوزاش اسمع حاجة انا هجيبلك بيت تجواري فيه وكل اول شهر ان شاء الله تيجي تغيش عريتك من اهنة انا مش عاوزة فلوس ولا بيت انا ربنا هيرزقني من علم وانا راضي بقدر ليه كده مفيدة لو احتشت هرفع يدي للسماء واطلب من اللي خلقني واجوله يا رب قليش غيرك وانت اللي عالم بالحلول في الجلب جبتني ليه يا كبير عشان خايف من الناس يقولوا ان عيلة عبد الحكيم رمية مفيدة في الشارع وهي ام العيل من عيالهم ما تخافش مش هيقولوا كده عارف ليه؟ عشان الناس مش هتقدر تجيب زرتكم بالردي الناس هتنهش فيه أنا الوحدي عشان انتم يدكم طايلة يخافوا يقولوا وولاد عبد الحكيم ظلمة انما الغلبان يدهس اصلي ما يدوسش على الغلبان غير الغلبان اللي زيه استنى يا امام حكيمة بقليك ساعة عمانة تلفه وبدوري ما تقولي عايزة ايه؟ عايزة اللي اقوله لك ده يا فلحة تفهمه وتستوعبه كويس اوي استوعب ايه بس يا ريتال بقليك ساعة عمانة تجيبيني يمين وشمال مش فهم منك اي حاجة ما تخلاصي عايزة تسأل على مفيدة عايزة تسأل على مين؟ مفيدة؟ يا ريتالي وانت مش عارفة اللي حصل ولا ايه؟ ما تتحرق مفيدة ولا تغور في ستين دهية؟ انا اصلا البناء قدمة دي خلاص لاغيتها من حياتي ومش عايزة اعرفها تاني او انت جايباني هنا عشان كده؟ توقع دي يا فاتحي في حاجة عايزةك تعرفها ايه يا ريتال ايه؟ جاتلك بقى وشغلتلك اللي استوانا اياها وانا مسكينة وغلبانة وعايزة فلوس؟ يا ريتالي وانت يخش عليك الكلام ده ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب مفيدة حامل يا فاتحي حامل ازاي يعني؟ من مين؟ نعم هتستعبط ولا ايه؟ هقال لي من مين؟ منك طبعاً؟ انتو مكنتوش متجوزين؟ ايوة بس هقال لي بس محدش يعرف يا فاتحي انا قابلتها وكتحليتها صعبة قوي وكتعايزة تنزل العيل لازم تروح لها؟ ايه دي المصيبة السودة مصيبة ليه يا فاتحي؟ مصيبة ليه ازاي يعني؟ تعرفة لو شمس عرفته يحصل ايه؟ شوف انا بقوله ايه قولي ايه؟ شمس ايه فاتح دلوقتي؟ بقولك هتنزله مشي مشي مشي؟ رجالي اخر زمن موسيقى 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 متسمعش الكلام الريم يا حاسن ريم دي عقربة كتعايزة تخلص علينا وعصاء ودلوقتي بتتدور عليك انت هتموتني حسن هتقتلني هتتفني بالحياة زل ما مروان عمل فيها ليه عملك ايه كان حتة لحمة حمرة لا حقوله ولا جوه لو انت كنت مكاني كنت هتعمل ايه خد حقاك مني يا حسن وانا راضية خد حقاك مني مسي برضو حطي نفسك مطرحي لو الناس اللي انت روحت لهم عشان تستنجد بيهم رموك في القبر حي ودفنوك بالحياة كنت هتعمل ايه انا والله العظيم ما كنت هصدقتل انا بس كنت عايز اخطافه عشان احرق قلبكه بس هقلي الوسخ دا قال لي طول ما عبدالله معاك انت ورنك في امان بس والنام الشريفة ما كنت هصدقتل ولا خطر في بالي ولا لحظة واحدة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خليه يعيش عيشة مرتاحة يبعد عن الزل والفقر وهو ملوش زن ابني أمني في رقابتك يا حزم صدق لله تربني وتخبلك منه أنا أعرف إن انت أحد نوحد في أليته عبد الحكيم وليه انت أميله ده كله عشان قلبك محروق على ابني من سو الله العظيم ما كنت أقصه والله العظيم ما كنت أقصه دقتله أنا برضه قوي يا حسن عشان خطر ربنا خبلك منه خلاص هدقتني هتنورني يا حسن اشتركوا في القناة